وإلى بغداد حيث السباق مع الزمن له نكة سياسية مختلفة عن أمال المسنة في تكريت فقد عزت المفوضية العلية المستقلة للانتخابات في العراق صعوبات ومعويقات إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بموعدها المحدد لقربها زمانيا من انتخابات مجالس المحافظات في العراق مدير الإجراءات وتدريف المفوضية قال أن الجدول الزماني الذي تم تخصيصه وتنفيذه والمضي بتنفيذ فقراته استعدادا لإجراءات انتخابات مجالس المحافظات غير مرتبطة بانتخابات كردستان فيما جددت المفوضية استعدادها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق الموعد المقرر من قبل الحكومة وجددت المفوضية تأكيدها العمل بتحديث بطاقة الناخب وسجل الناخبين ومن ثم ستكون مرحلة قبول المرشحين وبعدها إجراء قرع لهم بأرقام القوائم وغيرها من الإجراءات ترجمة نانسي قنقر